تظاهرات نسائية تتجدد لعدة مرات في العاصمة الأفغانية كابل تهدف لمطالبة حركة طالبان بالحفاظ على حقوق النساء وقد جرت تظاهرات من نفس النوع مجدداً يوم السبت حيث سعت المتظاهرات للحصول على الحقوق في مجال تلقي التعليم والعمل نتجمع اليوم هنا بهدف طبان حقوقنا حق تلقي التدعيم وحق العمل تجمعنا أمس واليوم ننادل في حقنا لتلقي التدعيم وليس من أجل أن فزينا فحسب بل من أجل أتفالينا أيضاً في اليوم ذاته تحدث أفراد من طالبان مع النساء المتظاهرات ووفقاً لوكالة رويترز استخدم مسلح طالبان بنادق الصحق والغاز المسيل للدموع لوقف المسيرة وقال مصدر آخر إن هناك أفراد من القوات الخاصة لطالبان أطلقت النار نحو السماء لتفريق المسيرة والتحذير من الاستمرار فيها وقال مصدر آخر إن هناك أفراد من القوات الخاصة لطالبان أطلقوا النار نحو السماء لتفريق المسيرة والتحذير من الاستمرار فيها إلى أن المشاهل المذكورة لم تظهر في الصور الحية التي التقطتها وسائل الإعلام وبعد سيطرتها على كابل كان المتحدث باسم طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد قد ذكر أن الحركة تخطط لتشكيل حكومة شاملة قائلا إن الوضع في كابل سيعود إلى طبيعته قريبا مشيرا إلى أن النساء جزء مهم من المجتمع ومضيفا أن طالبان ستسمح لهن بالعمل والتعليم وتمتع بجميع الحقوق في نطاق المبادئ الإسلامية موسيقى